السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ هل أنتم مستعدين معنا؟ معكم معلمتكم منالة صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثالث ابتدائي في مادة لغتي للفصل الثاني أهلا بطلابي وطالباتي مع درسنا حرف الها مجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المستاند هي المهارات الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي نسعى إلى تحقيقها أولا نحفظ شكل الحرف ه وقلنا أنه نص دائرة تحمل بداخلها دائرة أخرى أن ينتقى الحرف ه بالحركات الفتحة والضمة والكسرة بعد ذلك أن يستخرج الطالب والطالب الحرف ه منفصلا وجزءا من الكلمة ثم ننتقل إلى أن يسمي الطالب والطالبة صورا تحتوي على الحرف ه أخيرا نكتب الحرف ه منفصل أو جزءا من الكلمة مراجعة سريعة لدرسي السابق كان عن حرف الها صحيح؟ ها من يخبروني أو يرسم لي كيف كان شكل الحرف لدرسنا؟ ها ما اسمه؟ مرة أخرى حرف؟ أحسنتم ها هيا نرسمه في الهواء أحسنتم إذن دائرة كبيرة مفتوحة داخلها دائرة صغيرة مغلقة أحسنتم أبنائي وبناتي إذن هذا هو حرفنا حرف ماذا؟ ها أحسنتم أريد منكم الآن في نشاطي ألاحظ وأستخرج حدد الكلمة التي تبدأ بحرف الها في أول الكلمة لاحظوا أريد الها هنا تبدأ بحرف الكلمة تبدأ بحرف الها يعني الها أين؟ أين تنزل؟ في أي منزل؟ في أول مكان في الكلمة في أول مكان لاحظوا عندي كلمة هرة ها أين يوجد حرف الها؟ ممتاز في أول الكلمة إذن سنختار كلمة هرة إذن هرة أحسنتم صحيح كلمة مياه هل يوجد فيها الها في أول الكلمة؟ لا إذن لا يوجد فيها الها في أول الكلمة طيب كلمة كهف هل الها في أول الكلمة؟ أحسنتم لا لا يوجد الها هنا في أول الكلمة صحيح يوجدها ولكنها ليست في أول الكلمة فقط كلمة هرة الها أتى في الأول هيا نلاحظ كلمة تالية أريد الكلمة التي تنتهي في الأخير مرة يوجد فيها حرف الها الكلمة التي تنتهي بحرف الها أي أن حرف الها يسكن في المنزل أين؟ الأخيرة رائع أمامي هنا كهف هل الحرف ها جاء في الأخير؟ أحسنتم لا طيب كلمة مياه مياه هل حرف الها هنا ظهرت في المنزل الأخير من الكلمة ليس بعدها شيء؟ أبدا أبدا في كلمة مياه نعم أحسنتم في كلمة مياه الها ظهرت في آخر الكلمة صحيح ننتقل إلى كلمة هرّة هل الها أتت في آخر الكلمة؟ لا أحسنتم فقط في كلمة مياه منفعز أبنائي وفناتي أنتقل معكم الآن أبنائي وفناتي إلى قصتنا لليوم مستعدين لسماع القصة؟ سنغلق الستار ونبدأ قصتنا لليوم كان يا مكان كان هناك إخوة أربعة يحبون اللعب مع أصدقائهم الحروف الأخت الأولى اسمها فتحة وهي دائما مبتسمة وترتدي قبع فوق رأسها وتفتح فمها عند الكلام شاهدوا صديقتنا تفتح فمها عند الكلام هذه الأخت التي اسمها الفتحة في يوم من الأيام وهي كانت تلعب مع حرف الهائف الحديقة ماذا حدث لهم؟ فجأتان ها نزل المطار عليهم وقالت لها حرف الهاء لقد نزل المطار ولا أحمل مظلة هل تعطيني مثل التي على رأسك يا فتحة؟ ردت عليها الفتحة قالت اسمها فتحة ولها قواعد ليس بالساهل أن أعطيك إياها قالت إذن سألتزم بجميع قواعدك حتى تحميني من المطر وإذا وضعتها قالت لها الفتحة إذا وضعتها سيصبح صوتك مفتوح ومن ينادك يفتح فمه هل تستطيعين ذلك؟ قالت لها نعم نعم أنا موافقة وسأفعل ما تطلبينه مني قالت إذن الفتحة سأضعها فوق رأسك ووضعت لها ماذا فوق رأسها؟ الفتحة إذن كيف أصبح صوت الفتحة الآن؟ هيا نلاحظ كيف أصبح شكلها وصوتها ألاحظ وأقرأ ها ها فمي كيف يكون؟ مفتوحا نقول ها أحسنتم ها ممتاز هيا مرة أخرى ونلاحظ كيف فمي يكون مفتوح عند قراءة هذا الحارف مع الفتحة ها ها إذن فمي كيف يكون؟ مفتوحا أحسنتم هيا نقرأ ها صوت عالي ها ها فتحة ها ها ممتاز لحظتم الهواء كيف يخرج من فمكم؟ رائع إذن هيا نضع يدي ونلاحظ ها ها جربوا نطق الحرف مع الفتحة أمام المرأة سيخرج بخارا وتستطيعون الكتابة على المرأة عند قراءة الحرف ها ها أمام المرأة إذن ها أفتح فمي مع الفتحة أقول ها 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 إذن أين أرسم الفتحة على الهاء؟ هل أرسمها في الأسفل؟ أم في الأعلى؟ هيا ألاحظ وأميز أين أضع الفتحة على الهاء يا أبنائي وبناتي؟ من يخبرني أين؟ أحسنتم نضعها في الأعلى الحرف ممتاز هكذا الآن من يستطيع أن يقرأ الحرف؟ ها ممتاز مرة أخرى رائع ها جميل جدا هيا نقرأ ألاحظ وأقرأ أبنائي وبناتي إذن ما هذا في الصورة؟ ما هذا؟ صورة ماذا؟ إنه ها ها هارم ها ها هارم ها ها هارم ها 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 هرم أحسنتم نكمل إذن هنا ما هذا؟ ها من يخبروني؟ أعتقد جميعكم تعرفون ما هذا؟ ماذا نسميها عندما يعطينا أحد شيء ما مغلب في صندوق؟ ماذا نقول؟ ها 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 هدية أحسنتم ها ها هدية ها 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 هزية لح نطق الحرف كيف صار فمي؟ مفتوحا ها 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 هدية ها 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 هدية رائع ها هدية ها ها هدية أين حرف الفعل ها؟ ها 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 هرم هدية ممتاز الآن السؤال يقول وسأشاهد من منكم سيعرف أن يقرأ الحرف الآن وصل الحرف بالحركة المناسبة هنا كلمة ها ها هاواء عند نطقي الحرف فتحت فمي ها هاواء هاواء فتحت فمي طيب جربوا أنتم وقرأوا الكلمة قولوا هاواء ها هاواء لاحظتم الفم كان مفتوح إذن أختار أي حركة اللي مرسومة في الأسفل أم اللي مرسومة في الأعلى اللي نسميها فتحة أي حركة تختارون ها نوصل الحرف هنا بأي حركة ممتاز بحركة الفتح الفتح رائع أبنائي وبيناتي بجواب صحيحة إذن ها هاواء 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 بحركة الفتح فتحت فمي عند قراءة الحرف إذن الفم معذرة إذن الحرف يحمل حركة ماذا؟ حركة الفتح ممتاز أبنائي وبيناتي اليوم تعلمنا ماذا؟ صوت الحرف بحركة الفتح قلنا أنها فتحة ها أحسنتم ها ممتاز أبنائي وبيناتي نتدرب على قراءة الحرف أكثر وأكثر وأستودعكم الله وألقاكم على خير معلمتكم منالة صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر